نجحت وزارة التراث والسياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي في توثيق ورصد عدد من النيازك من خلال مشروع أجهزة رصد النيازك والذي يأتي استكمالا لجهود الوزارة في دارة برنامج حصرها وحماية النيازك التي تسقط على أراضي سلطنة عمان وقد وثقت أجهزة مشروع رصد النيازك التي تم نشرها بالتعاون مع مختلف متحف التاريخ الطبيعي في بيرن في سويسرا وجامعة كارتن الإسترالية عددا من العينات النيزكية عند دخولها المجال الجوي لسلطنة عمان كما تمكنت أجهزة الرصد بعد تحليل بياناتها من تحديد المواقع الجغرافية لهذه العينات بدقة وهي تعبر المجال الجوي ترجمة نانسي قنقر